بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله مع شرح موقع استكتب طبعا زي ما هو واضح من الاسم ان موقع استكتب مهتم جدا باللغة العربية ومهتم جدا بالكتابة لكن طبعا بدأ يضاف لي في الفترة الاخيرة بعض الخدمات التانية زي الترجمة وزي التحرير المحتوى طبعا ده كان الخدمة الرئيسية بتاعته وصناعة المحتوى بدأ با يضاف له خدمات التصميم وخدمات المنتاج زي ما ندخل دلوقتي وهنلاقي خدمات كتير جدا داخل الموقع لكن هو طبعا كان في الاول موقع مهتم باللغات يعني زي الترجمة زي تحرير المحتوى وصناعة المحتوى وبدأت الخدمات التانية شيئا فشيئا هندخل دلوقتي ونشوف تسجيل الدخول داخل الموقع وازاي بنعمل اكاونت على الموقع وازاي بنقدر نعرض خدماتنا داخل الموقع دي الوجهة الرئيسية لو هكتبت في جوجل استكتب هيطلع لك دي الشاشة الرئيسية بتاعت الموقع بعد كده هديك بتيجي تعمل هنا تسجيل دخول او حساب جديد لو مسجل قبل كده بتعمل تسجيل دخول او حساب جديد بنضغط على حساب جديد بيجي لك عايزين اسم المستخدم الكامل فبتكتب اسمك السلاسي زي ما هو موجود طبعا في البطاقة عشان لو فيه بعد كده ان شاء الله سحب ارباح تقدر انحرك تسحبها بعد ما تعمل تسجيل الدخول بالاسم المستخدم وبعد كده الاسم الكامل واسم المستخدم بتختار اسم مستخدم لحضرتك يعني مثلا اسمك حسين فبتيجي تكتب مثلا حسين ربعمية وخمستاشر حسين الفين التلاتة وعشرين وهكزا لحد ما تلاقي اسم مستخدم مش محجوز قبل كده وتاخد اسم المستخدم بعد كده بتيجي تكتب البريد الالكتروني وبعد كده كلمة المرور مرتين والتسجيل الان هنشوف دلوقتي ملء البيانات وبعد كده ندخل آآ نشوف الموقع من جهو زي ما احنا شايفين انا سجلت باسم سعد وتكتب لي تسجيل الدخول تم بنجاح لكن هيا بيقول لك لازم تسجيل البريد الالكتروني تروح على البريد الالكتروني وتعمل confirm للبريد الالكتروني فانا هروح لبريد الالكتروني زي ما احنا متعودين على مهمل وبعد كده اعمل تحديث تظهر لي على طول استكتب انا طبعا مسجل في الموقع قبل كده الاسم اللي هو الاسم التاني مش اسم حداك السلا اللي بيطلبه اسم مستخدم لازم يكون باللغة الانجليزية مسموح فيه بالحروف والالقام زي ما انا كدب كده ساعد خمسة وسبعين زي ما احنا شايفين بتكتب هنا بقى ايه انقر هنا لتفعيل الحساب بتلغط عليها عشان يبدأ يفعل الحساب بتاعك وتقول له حسنا كده دخلنا داخل الموقع الموقع في التسجيل بتاعه بيفرق ما بيفرقش بين وطالب خدمة يعني حاليك بتسجل كله بيسجل زي بعضه وبعد كده حاليك بتبدأ في تقديم خدماتك داخل الموقع هنا زي ما اح شايفين كده الصفحة الرئيسية وصناعة المحتوى بيجيب لك بقى هنا سير زيتية كتابة ابداعية جيب لك طبعا المحتويات الموقع تقدر حدك بقى هنا كتابة محتوى بودكاست اللي كنا لسه بنتكلم عليه مبارح البودكاست خدمات ترجمة خدمات تحرير ملف خدمات تصميم ساحة استكتب دي ساحة الناس بتكتب فيها مقالات وبتنزل على الموقع وبيقولوا وراءهم بقى البعض ويشوفوا ايه يعني المحتوى بتاعهم يعني بيعرضوا محتوياهم على الموقع احنا نيجي هنا على الاي الاسم اللي هي مكتوبة عليه هنا سعد خمسة وسبعين طبعا اسم سعد س ايه دي محجوز فانا عشان كده ازدفت لها ايه كمان فبقت سعد خمسة وسبعين زي ما احنا شايفين كده دلوقتي هنا لوحة الادارة اول حاجة لو ضغطنا عليها بيجيب لك بقى هنا اللي هو الداش بورد بتاعت حضرتك الطلبات اللي عندك اللي سلمتها الطلبات اللي اتلغت المبيعات قيد الانتظار الرصيب بتاعك والارضات بتاعتك هنا جهات الاتصال هنا المستقلين جهات الاتصال اصحاب الاعمال والمست لو حليك مسجل بعض اه جهات اتصال عشان تكون مسايفهم على طول باستمرار في الجزء اللي هو موجود على ايدك اللي مين? اه وهنا طبعا انضم الينا قدم خدماتك لمين الاشخاص ممكن نقدر ان احنا نضغط هنا ونبدأ في تقديم خدماتنا لكن احنا هنروح برضو على الايكونة اللي مكتوبة عليها الاسم ونضغط عليها تاني هنا نلاقي الخدمات بتضغط عليها بيجي لك بقى تحتها خدماتي تضغط على خدماتي ده المهم في الموقع كله الخدمات اللي حليك بتقدمها داخل الموقع هنا خدمات مفعالة طب معطلة قيد المراجعة تطلب مراجعة وهكزا كل الحاجات دي بتتميلي بعد كده بعد ما هيك تبدأ في عرض خدماتك على الموقع طيب احنا هتبدأ ازاي نسجل اول خدمة بقى بتاعتنا عشان تبقى قيد المراجعة ويراجعوها ويردوا علينا هنا بتيجي على اضافة خدمة جديدة بتضغط على اضافة خدمة جديدة على اقصى اليسار زي ما هدك شايف دلوقتي على اقصى اليسار وفي فوق هنا وضع الاجازة لو فعلناه يبقى احنا كده واخدين اجازة عشان لو حيك كاتب خدمات كتير وفي النا بدأت ان هي تبعت لك تقول لك اعملين الشغل ده حيك بدأت تعمل وابع الاجازة عشان ما تظهرش في الصفحة الرئيسية ان حدرك موجود ومتاح والناس تبدأ تبعت لك طلبات شغل هنا بتيجي هنا على اضافة خدمة جديدة تضغط عليها ويبدأ بقى هنا ديقول لك عنوان الخدمة زي ما احنا شايفين طالب مننا ست حاجات بالزبط نظرة عامة الوصف المعرض المتطلبات التسعير ارسال الحصول على موافقة هنكتب خدمة جديدة الخدمة اللي حديك هتقوم بها داخل الموقع انا مسلا هقول له عنوان الخدمة كتابة نكتب بقى طبعا كله باللغة العربية كتابة المقالات يستحب طبعا ان حديك تراجع التدقيق الاملائي والنحو كويس جدا لان حديك بتتعامل مع ناس هتقدر بقى الكلام ده كويس فلازم احنا هنا موقع لغة عربية لازم حديك تشوف اي موقع وتبدأ فيه التدقيق الاملائي والنحو عليه وانصحك كده تروح على هنا تكتب المضقق الآلي النحوي او المضقق يعني اي حاجة بالمضقق الاملائي العربي هيظهر لك المضقق الآلي زي ما احنا شايفين كده ده دلوقتي اي حاجة بتقدر حالك تكتبها فيه بتدوس على اللينك ده اي حاجة تكتبها فيه داخل المربع ده بيتم عمل تدقيق املائي ونحو ليها وممكن كمان يشكلها لك وبيتطللك منها الاخطاء الاملائية والاخطاء النحوية وبعد كده تبدأ التصحيح وتاخد بقى كوبي لينك كوبي بيست وتروح على الموقع تكتبها فيه خدمتك هنا عنوان الخدمة كتابة المقالات نقل في الصفحة دي عشان ما تعملناش دوشة عنوان خدمة كتابة المقالات تحديد الفئة تيجي تحدد الفئة بتاعتك فهنا هكتب مثلا خدمات تحرير المحتوى او صناعة المحتوى فانا هكتب خدمات تحرير المحتوى موعد التسليم حيك بتسلم خدمة تاعتك امتى هنا تمكين الاحالات لو في حد تاني خد رابط الخدمة بتاع حضرتك وخارج برا عملك دعاية حيك هتديله كم فيلمية فطبعا قوله اه يعني ما تقولوش لا هتقولو لا ليه ما هو كده كده شغله وجايلك زيادة عن الشغل انت بتعمله فاقوله اه هقولك هتديله نسبة كام النسبة كام مش هتكتب مثلا مش هتكتب عشرين دولار هتديله عشرة دولار هتديله خمسة دولار من النسبة بتاعتي لا انت هتكتب نسبة مقوية يعني حيك هتكتب عشرين يبقى هتديله عشرين في المية يعني لو خدت مية دولار من وراء الراجل ده هتديله عشرين دولار لو خدت ميتين هتديله اربعين مش هتكتب المبلغ مباشرة هتكتب نسبة مقوية فانا مسلا هقوله هتديله تلاتين في المية يعني اي حد هيجيب لي شغل بمية دولار هتديله تلاتين في المية ميتين دولار هتديله تلاتين في المية برضو يعني ستين دولار الكلمات المفتاحية تيجي بقى هنا حالك تكتب مثلا مدونات وانتر بلوجر وانتر وورد بريس كلمات مفتاحية بقى للشغل اللي حالك بتعمله محتوى تكتب كل الكلمات المفتاحية اللي تيجي في دماغك عن كتابة المقالات تقدر حالك تجيب الكلمات المفتاحية طبعا ما تقدر تجيبها من جوجل تقدر تجيبها من اكتر من مكان ان انت تكتب كلمات مفتاحية مناسبة للشغل اللي حالك هتكتبه انا طبعا كل الكلمات المفتاحية تتناسب مع كتابة المقالات لكن لو حالك هتشتغل مسلا على برنامج وتعمل تصميمات كما تكتب تحت هنا الفوتوشوب آآ لوجو الحاجات اللي تتناسب مع المحتوى اللي حالك هتعمله بعد كده حفظ ومتابعة يرجع اختيار عنصر مقائمة اه نحدد فئة لا تحرير المحتوى يبقى احنا هنعمل هنا صناعة المحتوى كتابة ابداعية او مقالات ومراجعات لا كتابة ابداعية افضل يبقى احنا هنا كده الفئة بتاعتنا صناعة محتوى كتابة ابداعية بعد كده حفظ ومتابعة هينقلنا على طول على وصف الخدمة زي ما حين شايفين كده تنقل على وصف الخدمة تفاصيل مشروع اكتب الوصف الخاص بخدمتك الوصف الخاص بخدمتك لازم برضو يكون وصف مصطفيد ما تكتبش كلمتين وخلاص لازم يكون وصف كويس جدا لازم تكتب مسلا استطيع زي ما حين شايفين كده دلوقتي كتبت شوية كلام كده يعني كم جملة عشان اقدر ان انا اجذب العميل حيث تكتب طبعا كلمات تصف الخدمة بتاعتك وصف دقيق عشان تقدر حركتك تكذب العملة ليك داخل الموقع كده تمام ونقول له حفظ ومتابعة يجب ان يكون وصف الخدمة على الاقل 150 حرف لازم نزود بعد الاحرف فانا طبعا كده خلاص يعني انا بكتب كده اي حاجة عشان ان احنا نقدر نزود الخدمة بتاعتنا تم عمل الخدمة خلاص بعد كده بتروح بقى على المعرض صور الخدمة حيث بتدخل مثلا على موقع زي موقع فريبك وتختار صور تتناسب مع الخدمة اللي بتقدمها يعني بتكتب مثلا فيك كتابة يبقى تجيب صور الا كتبة صور يعني لازم تحط له اي صورة ولو في فيديو كمان يبقى طبعا يبقى ممتاز جدا ان حضرتك تقدر انك انت تعمل فيديو يصف الخدمة بتاعتك ولو في نمازج من عملك للخدمة تقدر حرك انك انت تضيف له بعض الملفات يعني لو حريك مثلا بتكتب تكتب مقال على ورد وتعمله و تعمله و تنزله هنا على الموقع فاحنا لازم نجيب صورة صورة كده عملنا له صورة هنا بيقول لك انك تافي بصورة واحدة صورة واحدة تكفي وهنا الفيديو لو فيه فيديو اختياري وهنا برضو اختياري لو فيه ملفات وبعد كده حفظ ومتابعة اخبر استكتب بما تحتاجه البدء بالعمل اختياري حريك بقى محتاج ايه من الراجل اللي هو هيجي يقول لك يعني مسلا فيه طلب فحريك مسلا هتقول له احتاج تحديد دقيق هتقول له احتاج تحديد دقيق للموضوعات وتكتب بقى الحاجات اللي هيجي بتحتاجها من الراجل اللي هيطلب من حريك الخدمة وبعد كده حفظ ومتابعة تم حفظ التفاصيل بعد كده التسعير حريك بتديله بتاخد كام في كتابة المقال فهتقول له مثلا عشرين دولار طبعا المقال احنا برضو نسينا نكتب في الوصف بتاع الخدمة بتاعتنا ان احنا المقال بتاعنا يعني هنا المقال الف وفنسمية كلمة او يزيد احنا وصلنا للتسعير هنا عملناها عشرين دولار زي ما احنا شايفين فيه هنا ده طبعا ادراج اضافة لخدمة نيجي مسلا هنا ادراج اضافة لخدمة يعني هنا نكتب مسلا الاسم الاضافي كلمات اكثر التسعير اضافي خمسة دولار هنا زائد خمسمية يعني لو هنزود خمسمية كلمة هناخد خمسة دولار كمان وبعدين نعمل ادراج كده تمام هنا كلمات اكثر زائد خمسمية كلمة بخمسة دولار وبعد كده حفظ ومتابعة دلوقتي وصلنا خلاص بيقولك تهانينا تقريبا انتهينا انت دلوقتي حلوشك من الانتهاء بتعمل بس ارسال للحصول على الموافقة بتعمل حفظ وارسال للمراجعة زي ما احنا شايفين كدلوقتي تم تقديم خدماتك للموافقة عليه هنا دلوقتي الخدمات قيد المراجعة بايت واحد المعطلة مفيش المفعالة مفيش دي الخدمة اللي احنا قدمناها كتابة المقالات بتقدر حاجة تكتب بقى كل المقالات او تكتب كل الخدمات اللي انت عايز تقدمها على الموقع وبتنزلك هنا في الجزء الموجود قدامنا طبعا فيه خدمات بقى كتير جدا تقدر حيكي انك انت تقدمها داخل الموقع وفيه هنا الاحالات الخاصة بيه برضو دي حاجة حالك ممكن تكسب منها اللي هي احالات المستخدم رابط الاحالة الفريد الخاص بيك هو الرابط ده يعني اي حد يدخل الموقع عن طريق الرابط ده حالك بتاخد منه واحد دولار لما بيعمل اي خدمة على بيشتري اي خدمة من على الموقع مضاف ان لايها رصيد الشراء الخاص بك بمجرد مفاقة عليه من قبلنا اه اي عضو بيدخل هنا حاجة بتاخد منه واحد دولار اه وبعد كده برضو الارباح بتجيلك زي ما احنا شايفين كده الارباح المعتمدة قيد المراجعة المرفوضة لو الشخص قام بإلغاء خدمته اه في حاجات كتير جدا طبعا داخل الموقع اه خدمات كتير تقريبا كل الخدمات موجودة اللي بنلاقيها على موقع خمسات وموقع مستقل اللي بقت موجودة عندنا هنا على الموقع هنا طبعا زي ما احنا شايفين كده منتاج هنا تصميم بوستر تصميم عروض باور بوينت احترافية تصميم عروض تقديمية باور بوينت برضو بتبدأ من عشرين دولار وفي اسعار كبيرة جدا وغالية جدا داخل الموقع يعني انه ده بيعمل تصميم فيديو احترافي بتلتمائة دولار بيبدأ من تلتمائة دولار اه ففي اسعار كويسة جدا داخل الموقع لو حالك عندك اي هواية او اي حاجة تحابب انك انت تقدمها داخل الموقع تقدر تقدمها على موقع استكتب اه اتمنى شرح النهاردة يكون سهل ويتكون الفكرة وصلت لحضراتكم واتمنى تقدر تستفيدوا من فيديو النهاردة شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته